توقف البث والإرسال وخدمات الإنترنت عن كبريات الصحف والمؤسسات الدولية كله في لحظة واحدة وكأن هناك عملية قرصمة وكأن هناك عملية سطرقمي أو كأن هناك عملية فاشل في إدارة منظومة الحوسابة السحابية زي ما تقال عندما توقف وتعطلت المواقع الرقمية في فينانشال تايمز الأمريكية ونيويورك تايمز الأمريكية أيضا وبلومبرج والس إن إن الأمريكية تاني والجارديان البريطانية ومجموعة أخرى من كبريات الشركات تعطلت لمدة ساعات العالم وقف على أطراف أصابعه من جراء هذا العطل لمحدش عارف إيه اللي حصل في توقف الإنترنت تعطل في وقت واحد متزامن في كبريات هذه المؤسسات مؤسسات ضخمة يعني كل مؤسسة من هذه المؤسسات بالتأكيد ليست مؤسسة تحت بيرسل وإنما النيورك تايمز الفينانشال تايمز الجارديان كل هذه المؤسسات لديها إمكانات ضخمة ومهولة مليارية بل تريليونية ولكن توقفت فجأة الخبر كله كتابعته كل وسائل الإعلام ضمت وبتتابع وبتدور آخر الأخبار لكن شركة أمريكية اسمها فاسلي فاسلي هذه الشركة هي التي تدير الخوادم بلغة الـ IT الخوادم أو السيرفرات اللي بيتم وضع أو نقل البيانات من خلالها وهذه السيرفرات قيلة أنها تعطلت عن طريق توقف أو عطل بشركة فاسلي اللي هي بتدير عن طريق الحوسبة السحابية الحوسبة السحابية بيبقى أنواع حوسبة السحابية خاصة وحوسبة السحابية عامة وهاجين بالتنين شركة كبيرة جدا عندها السيرفر بتاعها عندنا حاجات كتير ومؤثر كتير جدا عندنا السيرفرات الخاصة بنا نحن دعونا في القناة سيرفر خاص بنا طب والحاجات المهمة جدا كلها داخل سيرفر الخاص بنا طب وبقيت الحاجات بأجر أو بأي شكل الأشكال بأخد حاجة على الحوسبة السحابية زي أنت التلفون بتاعك يقول لك عندك مساحة تخزين مساحة تخزين يقول لك المساحة خلصت أو التلفون فل معادش في مساحة مفيش اسباس يقول لك والله ممكن تعمل على تسموه ايه يا ابني حاجة زي الحسابة السحابية انت اللي هو الايكلاود الايكلاود دي مايكلاود دي يعني سحابة فهي الايكلاود اللي هو هي الحسابة السحابية المخزون اللي موجود في الفضاء الشركات بتديره منها شركة فصلي هذه الشركة بتدير كل او معظم هذه المؤسسات والخوادم وبتعمل الحسابة السحابية وبتخزن للناس وبتخزن للغير و الاخره حدث عطل هذا العطل وقف كل الحاجات دي طيب خليني بس مع حضراتكم المهم من الخبر ده حصل وقعدوا يقول وهل هي انا عدت عدت في غرفة الاخبار مع الشباب و عدت اقول لهم ايه الموضوع شوفوا هل فيه كابل بحري تم السطو عليه هم تعرفين الكابلات البحرية بتنتقل البيانات من الكابلات البحرية و عبر الكابلات البحرية في البحر والمحيطات بنسبة 90% هل هناك كابل بحري تم اختراقه هل قامت مثلا 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 هل قامت روسيا او الصين او مجموعة قراصنة بقطع هذه الكابلات لنكاية في الولايات المتحدة الامريكية و اوروبا دي اسئلة هل بنطرحها طيب هل هناك عملية قرصنة عن بعد هل هناك اختراق عن بعد كل دي اسئلة لابد ان احنا اطرحها والعالم كله كان مرتبك الناس اللي بنقل له اخبار واقفين يعني المحطات والمواقع الدولية سئن ان اللي بتنقل اخبار شلل العالم في شلل اصيب العالم في شلل لمدة ساعات شلل مؤقت اصاب العالم من خلال تعطل مفاجئ لم يعرف احد سبب هذا العطل فجاء له فاصلي هي بتقولوا امنا ورجعنا لكن كل دا كوم والكوم تاني بقول اذا المحطات النووية والاقمار الصناعية وبرامج الملاحة الجوية والملاحة البحرية هل يمكن ان تكون هذه المؤسسات والملفات بعيدة عن وجود اعطال مثل ما حدث اليوم دا سؤال مهم جدا هل يمكن انه تكون منظومة الاقمار الصناعية ومنظومة ملاحة الجوية الطيران والصواريخ والاسلحة النووية والحقيبة النووية مش كل دا رقمي مش كل دا بتكتولوجيا بالزرائر طيب مين يأمن ومين يضمن ان نأمن من اي اخطاء في هذا الاطار الحقيبة النووية الامريكية والحقيبة النووية الروسية والفرنسية والبريطانية الدول التسعة اللي عندهم حقائب من يضمن لنا ان تتعرض هذه الحقائب او هذه المنظومات الى اعطاب او اعطال مماثلة السؤال اللي بعد كده احنا بنحول بلدنا في مصر الى بلد رقمية الى دولة رقمية الرقمانة والرقمانة لا مناص ولا لا حل بدون الرقمانة الحقيقية لكن على الجانب الاخر لا يمكن ان احنا نعتمد اعتماد كل على الرقمان لان لابد ان يكون ناكا بيسموها بقم او حاجة يعني بديل او او الاخيره حاجة احتياطية يقول لك انا ببعث لك لكن ممكن لو مش عارف ببعث لك رسالة على التليفون اكتب لك جواب مفيش مشكلة دلوقتي من الحمام الزاجل الى الرسائل القصيرة الاسم اس الى المسجات تطور مهول جدا جدا لكن من يضمن ان التليفون ما يخربش من يضمن ان الشبك كلها تقع من يضمن لابد ان يكون هناك قليات اخرى انا يعني انا افكر بصوت عالي مع المشاهد الكريم وبقول انه زمان منذ اكتر من 20 عام قرأت كتابا للدكتور رمز الزاكي رحمه الله وهو بيقول هل تتقدم التكنولوجيا وضيع الانسان اسئلة بتراودنا وحنا بنتكلم ونشوف النهاردة وانا اتابع هذا الخلل والعطل والشلل التام فكرت هو ممكن يحصل عطل مشابه يجعل ابراج المراقبة الارضية لا تستطيع متابعة الطائرات فوق هل يمكن ان تصاب المؤسسات التي تتحكم في الغواصات النووية والشباحية والصواريخ والى اخره هل يمكن ان تتعرض الى فقدان السيطرة نتيجة خلل مماثل او سطو مماثل او قرصانة مماثلة هل يمكن ان نجد دولة زي ايران او باكستان او الهند هذه الدول النووية او كوريا الشمالية او اسرائيل هذه الدول اللي عندها اسلحة نووية ورؤوس نووية هل يمكن ان تقع تحت طائلة عطل فني مماثل يؤدي الى ما جرى انا يعني بشكلة او باخر اتحسس كلاسيكية الادوات وانا انظر الى هذا البرق الالكتروني والبرق الرقمي شيء مبهر اه لكنه مخيف من الناحية الاخرى مخيف تماما هل اعدم اي وسيلة للتواصل الا عبر الهاتف الرقمي يعني هل هل هذا حاصل في كل الاحوال ما جرى اليوم كان نذير ربما او تحذير ربما او صرخة لنا جميعا وانا بقول تاني احنا قامت اخرين جدا 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 عن اخر مواصل العالم اللي طلع الامر متجول ونقص يلعب كورة هناك يعني انا متخيل متخيل معاكم ان هيجي يوم من الايام يقوله نعمل نهاية كاسل العالم في الامر فوق لا تستبعد هنعمل النهاية بتاع مش عارف الملاكمة في الوزن ايه الخفيف فوق في الامر الصناعي ده احنا بنخطط دلوقت الراجل ييجي بتاع تسلة تحشير كنتسلة اغنى رجل في العالم يقولك احنا هنعمل كافسولة تطلع المشجعين لتشجيع مباراة كرة القدم او البيسبول او الهندبول في القمر على سطح صدقوني كلام ده ممكن يبقى سخرية هيحصل وبيحصل دلوقتي وبيعملوا حجز دلوقتي الرحلة فضائية مش عارف في سنة كام ايلون ماسك عامل دلوقتي دلوقتي حالا عنده محطة فوقه غيره وعمل رحلة الناس تصحبه تصاحبه الى الفضاء خلال الفترة القادمة بالتالي هذا الهلع الرقمي وهذا التطور الرقمي بيخلف وراءه مخاوف انسانية تقليدية طبيعية لناس تقليديين وطبيعيين مش مجانين انه احنا ممكن نفقد السيطرة على طيارة فوق نفقد السيطرة على غواص نفقد السيطرة على اتصال بينه وبينك طب هننتلاصل ازاي هل هيعود عصر الحمام الزاج المرة اخرى انا بقول ان احنا مراقبين دائما مراقبين دائما الراجل اللي عنده السيرفر ده في امريكا واللي عنده الماستر كارد في امريكا واللي عنده مش عارفين في فين واللي فين فاحنا مراقبين بنخش على الفيسبوك عارفين بنفكر في ايه وبنحلم في ايه وبنكلم مع مين وبنكلم ايه كل ده موجود على كل وسائل التواصل هناك السيرفر المركزي او التطبيق أصحابه شايفيننا ليل ونهار عارف بتفكر فيه وعارف هتعمل ايه أنا مهما أكلمك وإنت عم بعد وعايز أقولك كلمة سر لا يمكن تعرف لا يمكن عصر ألا أسرار عصر ألا مختبئ ما فيش حاجة مستخبية ما فيش أسرار لذلك هتجد بسأل معلش سؤال برضو عارض يعني هو ليه بتجد رئيس دولة بيروح يزور رئيس دولة لمدة ساعة ويرجع هو مش عارف يكلمه في التليفون هو مش عارف يجي يكلمه على الوسائل التواصل عن بعد سواء فيديو كونفرنس أو غيره أو زوم أو غيره هو زوم دا مش بتاع حد طب ما هيسمع الكلام طب الكونفرنس دا مش بتاع حد هيسمع الكلام طب لذلك بتجد انه فيه رئيس دولة بيزور رئيس دولة لمدة ساعة بيكلمه ويرجعه تاني يعني أنا مش عايز أتكلم وأقول يعني أنا مش عايز أتكلم وأقول أمثلة لكن هل ربما بيعود العالم وزعماء العالم مرة أخرى إلى فكرة اللقاءات التقليدية